مرحبا صديقي العزيزة، سأخبركم اليوم عن توقعات شهر مارس 2022 لتصاعد برج العقرب هذا هو الرسم البياني للكواكب التي تتحرك أثناء العبور ويوضح المواضع الحالية للكواكب كتو يجلس في المنزل الأول، لا يوجد كوكب في المنزل الثاني زحلة، المريخ، عطارد والزهرة يجلسون في المنزل الثالث سينتقل عطارد إلى منزلك الرابع في السادس من مارس سينتقل كوكب الزهرة إلى منزلك الرابع في الحادي والثلاثين من مارس الشمس والمشتري يجلسان في المنزل الرابع ستنتقل الشمس إلى منزلك الخامس في الرابع عشر من مارس لا يوجد كوكب في البيت الخامس والسادس راح يجلس في المنزل السابع لا يوجد كوكب في البيت الثامن والعاشر والحادي عشر والثاني عشر المريخ هو صاعدك والمريخ يجلس في المنزل الثالث المريخ يجلس في الجدي يرتفع المريخ في برج الجدي سوف تكون صحتك جيدة يمكنك السفر إلى الخارج ستزيد ثقتك بنفسك مهما كان العمل الذي تقوم به سوف تنجح فيه ديونك ستذهب بعيدا سوف يبتعد أعداؤك عنك أيضا ستكون حياتك المهنية قوية كوكب المشتري هو رب منزلك الثاني والخامس كوكب المشتري يجلس في منزلك الرابع سيكون دعم الأسرة متاحا كلامك سيكون جيدا يمكن أن تحدث الرحلات الدينية زحل هو رب المنزل الثالث والرابع يجلس زحل في برجه الخاص في المنزل الثالث يعطي زحل دائما نتائج جيدة في المنزل الثالث لكن تواجد المريخة وزحل معا يمكن أن يمنحك بعض النتائج السيئة أيضا أولئك الذين هم في الخارج ويرغبون في التقدم بطلب للحصول على البطاقة الخضراء يمكنهم النجاح ويمكن أن يكونوا دائمين في الخارج سوف يدعمك الحظ سوف تستمتع بدراستك يمكن أن يولد الأطفال ستزيد نفقاتك أيضا خلال هذا الوقت أولئك الذين أرادوا بناء منزل جديد يمكنهم بناء منزلهم الجديد سوف تزداد السعادة في منزلك راح جالس في منزلك السابع وقد يكون هناك خلافات بين الزوج والزوجة الأشخاص غير المتزوجين يمكنهم أيضا الزواج عن طريق الحب عطارد هو رب بيتك الثامن والحادي عشر عطارد يجلس في منزلك الثالث لا يعطي عطارد نتائج جيدة في المنزل الثالث لكن عطارد سينتقل إلى منزلك الرابع في السادس من مارس هنا أيضا لا يمكن أن يمنحك عطارد الكثير من النتائج الجيدة في منزلك التاسع يتم استكشاف أربعة كواكب ونتيجة لذلك ستحصل على دعم الحظ الشمس هي رب بيتك العاشر الشمس تجلس في منزلك الرابع ينظر الشمس إلى منزله من وجهة نظره السابعة أولئك الذين يستعدون للوظائف الحكومية يمكنهم تحقيق النجاح الزهرة هي رب البيت السابع والثاني عشر كوكب الزهرة جالس في منزلك الثالث قد تزيد نفقاتك خلال هذا الوقت يجب أن تنفق أموالك بحكمة إذا كانت الكواكب في وضع جيد في مخطط ميلادك فستحصل على كل هذه النتائج وإلا ستحصل على أقل أو لن تتمكن من الحصول عليها لذلك كان هذا هو توقع مارس 2022 لمزيد من هذه المعلومات استمر في مشاهدة قناتنا شكرا ترجمة نانسي قنقان